موسيقى هونال قاهرة معاكم من 11 ل 12 مساء في برنامج هونال مونديال في استاد البيت رمز الضيافة العربية بقطر انطلق حفل افتتاح أهم حدث رياضي في العالم مونديال قطر 2022 جمع كل ثقافات العالم بدأ الافتتاح بحوار بين النجم الأمريكي مورجن فريمن ومواطن قطري من ذوي الهمم وكأنه بجسد حوار بين الشر والغرب ممتزج بصيحات الجماهير اللي حضرت واتحد الجميع تحت أغاني بتقادر المنتخبات المشاركة بكل اللغات الممكنة إقاع الأمم كان هو صوت الافتتاح والصدع أغاني كاس العالم السابقة المحفورة في الذاكرة ذاكرة كل عشاء كاس العالم على مر العصور كل واحد مننا عنده قصة عن كرة القدم هكذا قال فريمن وبالنسبة لقطر حلم تنظيم أول كاس عالم على أرض عربية أصبح حقيقة وفي حضور رؤساء من دول عربية وأجنبية من بينها الرئيس المصري وولي العهد السعودي وملك الأردن والرئيس التركي والأمين العام للأمم المتحدة رحب أمير دولة قطر بالجميع وأكد أنه قطر بذلت الغالي والنفيس لإنجاح البطولة وعشان تكون الدوحة عاصمة لكرة القدم بدأ الحدث خلاص ملعب البيت شهد حفل افتتاح النسخة 22 المونديال واللي بدأت النهاردة وهتفضل ماشي معانا في قطر لحد 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخب من مختلف قرارات العالم الحقيقة الطابع العربي كان طاغي على حفل الافتتاح وطبعا الكل كان متشوق أنه يتفرج على منتخب قطر في أول مبارياته وأول مشاركة ليه عبر التاريخ طبعا على قدر الأمال والتوقعات كان الأمر مختلف على أرض الواقع في المباراة الفتاحية من المونديال خسرت قطر من الإكوادور في أول مباراة زي ما قلت لحظاتكم بتشارك فيها كاس عالم على استاد البيت ضمن مباريات المجموعة الأولى افتقد العناب القطري الروح والتركيز في أغلب مجراءات المباراة على عكس الإكوادور اللي دخلت المباراة وعينها على الفوز ليس إلا وترجمت أداءها المتميز بهدفين عن طريق المهاجم فالنسيا وطبعا واحدة كانت عن طريق ركلة جزاء والتانية كانت رأسية في غياب دفاع العناب القطري طيب معانا على الهوى مباشرة موفد القاهرة الإخبارية محمود شوقي من العاصمة القطرية الضوحة طبعا في البداية محمود برحب بيك ودايما حابين أن احنا ناخد الجديد وآخر الأخبار آخر المستجدات بعد حفل الافتتاح المبهر والمباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور أهلا بك محمد كما ذكرنا بالأمس لو تتذكر أنه لجنة منظمة لبطولة كأس العالم في فا قطر عشرين وعشرين وعدت بحفل الافتتاح يليق بالبطولة وقيمة كأس العالم ويليق بالنسخة 22 وقد حدث بالفعل وتحقق الوعد لكن أبرز ما جاء في حفل الافتتاح هو تلك اللحظات التي أشارت فيها ساعة الأستاذ البيت الذي احتضن مورات الافتتاح أشارت إلى العد التنازلي لافتتاح كأس العالم بشكل رسمي بعد انتظار طال 12 عاما تحقق الحلم وتحول إلى واقع عند تلك اللحظة وعند إشارة ساعة الأستاذ إلى موعد تحقيق الحلم الكبير شاهدته بكاء عدد كبير من الأخبى القطريين يبكون داخل مدرجات أستاذ البيت وقد كانت مشاعر صادقة تعبر عن قيمة كأس العالم وقيمة ما تحقق من إنجاز محمود هل دي كانت انطبعات القطريين بس عن حفل الافتتاح ولا كمان الجنسيات الأخرى اللي كانت موجودة في حفل الافتتاح لا هنا أتحدث محمد عن بكاء القطريين لتأثرهم بتلك اللحظة المهمة في حياتهم لكن في المقابل كل الجمهور تقريباً كانت تصفق بحرارة لتلك الاحتفالات الرائعة في حفل الافتتاح الحفل جاء مناسباً تماماً لقيمة الحدث جاء مناسباً لقيمة أو إصرار قطر على تميز الحفل بالطابع العربي وقد كان بالفعل حفلاً متميزاً من كافة الجوانب وجدت عدد كبير جداً من الأوروبيين واللاتينيين يصفقون بحرارة لفقرات الحفل وتفاعلوا بشدة مع تميمة المنديال في النسخ السابقة وكل منها تذكر أو له ذكر معينة كما قلت محمد مع إياس العالم ووجدت عدد منهم تذكر البطولات التي عاشاها وحضرها خاصة من نسبة للصحفيين الأجانب أو من أوروبا تحديداً طيب الانتباع لو هنتكلم عن المباراة لأنه الناس كلها كانت متشوقة أن هي تشوف منتخب قطر يعني بيقدم أوراق اعتماده النهاردة المطش كان صعب جداً الناس اتكلمت على أنه غياب الروح غياب التركيز أنا عارف أن أنت معاك يمكن أبرز التصريحات اللي جاءت على لسان لعبي المنتخب القطري عقب الهزيمة طبعاً الأولى لها في الجولة الأولى الفرحة والحلم الكبير يعني كان طاغي على كل الأحداث لكن مع انطلاق المباراة تحول الحلم إلى صدمة إلى حد ما خلينا نعترف أنه كان طموحات الجمهور القطري كبيرة الجمهور العربي كبيرة بقدرة المنتخب القطري على تحقيق نتيجة إيجابية وعلى الأقل التعادل في المباراة الافتتاحية لكن تحقق الشيء الذي لما توقعه أحد في ظل رغبة أكيد من منتخب إكوادور في تحقيق الفوز كان منتخب الإكوادور الأكثر حمية وحماساً داخل الملعب في المقابل افتقد بالفعل الفريق القطري للحماس المطلوب والروح القطلية داخل الملعب بشكرك شكراً جزيلاً محمول شوقي دايماً هيكون معنا يوم بيوم لمتابعة آخر أخبار الخاصة طبعاً بالمنتخبات أي جديد وكواليس المونديال دايماً هتلاقوها إن شاء الله هنا في برنامج هنا المونديال تعالوا نروح لمنتخب فرنسا نطمن برضو عليه لأنه ديديا ديشام مدرب منتخب فرنسا أعلن أنه اكتفى بالقيمة الحالية لفريقه بعد خروج بنزيمة منها للإصابة منتخب فرنسا بطل العالم بيعاني من الإصابات في بطولة قطر قبل بنزيمة خرج كريستفر إنكونكو من المعسكر للإصابة ده بجانب عدم ضم بول بوكبا وإنجولو كانتي وكيم بامبي وبتحاول فرنسا في البطولة الحالية أن هي تتخلص من لعنة البطل اللي بيخرج من دور المجموعات غياب النجم الفرنسي كريم بنزيمة والحاصل على البالندور في المونديال يعني اتسبب في حدث نادر في البطولة هنتعرف عليها لأن الأول مرة من 44 سنة اللاعب المتوج بالكرة الظهبية مش هيشارك في كاس العالم وتحديدا بداية من نسخة 1978 اللي غاب عنها الدينماركي ألن سايمونسون المتوج بيها سنة 1977 كان حامل الكرة الظهبية حاضر في كل نهايات كاس العالم من سنة 1982 بداية من كارل هينز روماني جاي نجم انتخب ألمانيا السابق في مونديال 1982 ووصولا للبرتغالي كريستيانو رونالدو اللي خاض آخر نصتين لكاس العالم وهو صاحب البالندور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هجوم منتخب بلجيكا روميلو لوكاكو غاب عن تدريبات المنتخب النهاردة استعدادا لماتش كندا بيعاني لوكاكو من إصابة في أوطار الرجبة غاب بسببها فترة طويلة مع فريق الإيطالي انتر ميلا وكمان كان غايب عن ودية بلجيكا مع منتخب مصر بلجيكا بتلعب في المجموعة السادة مع كندا المغرب وكرواتيا منتخب كرواتيا بيواصل تدريب مع مدرب وزادكو دالتش استعدادا لماتش المغرب الاربع اللي جاي طبعا كرواتيا بتأمل ان هي تكرر انجاز البطولة اللي فاتت بعد الوصول للنهائي ولكن خسرت وكانت هي وصيف البطولة بعد ما منتخب فرنسا حمل اللقب لمدرب دالتش اعتمد على مجموعة من الشباب في قيمة المنتخب ولكن بيتقدمهم طبعا أصحاب الخبرة زي لوكا مودريتش وإيفان بيريزيتش هنا القاهرة هنا المونديال مكملين مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل هنا المونديال وأصداء وكواليس ومباريات كاس العالم قطر 2022 هتكون معنا يوم بيوم لحظة بلحظة والكلام يحلى في استوديو هنا المونديال في صحبة نجوم للستوديو النهاردة الكابتن تامر بجاية المحلل الرياضي لقناة القاهرة الإخبارية وأيضا الأستاذ فاروق عصام المحلل الرياضي لقناة القاهرة الإخبارية منورنا وكل كاس عالم انتو طيبين بداية كده يعني أهلا بيك يا محمد وكل سلام طيبين كده والكاس عالم نسخة جديدة كده إن شاء الله تبحق كويسة ونفرح كده ونبسط بالمطشاط إن شاء الله بالزبط احنا طبعا الانطبعات كتير الناس متابعة حفل الافتتاح الانطبع كان ايه بالنسبة لك كابتن تامر اه بص قبل ما اتكلم على قطر انا حب اتكلم على المكان لنا فيه قاهرة الإخبارية انا بساعة طبعا اول مرة جي اه اول حاجة مبروك اه انا مبهور جدا بالقاهرة الإخبارية جدا يساعة ما دخلت لحد الستوديو لحد الناس الموجودين انا شفت كمان جوه داخل عادنا جوه في الحتة اه بجد حاجة مفرحة جدا حاجة انا فخور جدا عندنا قناة زي دي وان شاء الله نشوفها في كل حتة في العالم بقى ونوصل كل حاجة للدنيا على قد الموجود اللي انا شفته تصوير وحتى انا بصيت على كل حاجة في القناة وانا عاد بتفرج حاجة مبهرة جدا اه بالنسبة لي اه يعني انا انا فعلا فخور ومخصوص جدا. احنا صعدت بالانطبع ده احنا احنا خدنا كده الانطبع بجد. انطبع القناة. لا بجد. احنا بقى قول لي انطبعك معنا المونديال. اول حاجة المونديال اه طبعا انه في قطر طبعا مبروك لدولة عربية ان احنا اول مرة اه نستضيف عندنا كاس العالم وده حدث اكبر حدث في العالم برياضي بيتم ومو برضو ما بقاش رياضي بس يعني النهاردة شفنا الموضوع بقى رياضي والسياسي وتجاري وكل حاجة في الدنيا يعني. فمبروك لقطر مبروك لنا كلنا وان شاء الله تبقى نسخة حلوة. اه طبعا النسخة دي نسخة نسخة استثنائية شوي. صحيح. يعني اه من ناحية التنظيم من ناحية اه دولة عربية من ناحية ان في مجوم كتير جدا موجودين السنة دي يمكن ما نشوفهمش تاني خلاص منهم طبعا كريستانا ومس يعني على الرأس القائمة. اه فحدث استثنائي واكيد هتحصل في حاجات كتيرة جدا ومفجأات كتيرة جدا يعني من وجهة نظر يعني. اه لكن طبعا الافتتاح كان كان مبهر جدا حاجات طليق جدا بقطر وكاس العالم. اه. وعاكست اه انطباعات يعني اه عربية عربية. كان فيه طابع عربي طاغي على الافتتاح. فاروق عايز اتكلم على الافتتاح ولا عايز اخش في صلب الموضوع ومباراة النهاردة المفاجأة ربما ان احنا ما شفناش قطر بالشكل ربما الناس كانت بتأمل ان هي تشوفها عليه. خليني الاول اللي اخد من كلامك بخصوص الانطباع العربي اللي كان واضح قبل البطولة ان قطر عايزة توجه رسالة معينة وتظهر تراثها العربي والتراث والثقافة العربية عموما انه ده ظهر. خلينا نتكلم تحديدا في اختيار استاد البيت للاحتضان المباراة الافتتاحية. استاد البيت هو موجود في مدينة الخور مدينة الخور دي. وبتحديدا المنطقة اللي تبنى فيها الملعب هي منطقة صحراوية تماما. كان فيه تحدي موجود قبل بناء الاستاد ان المنطقة دي ازاي هتتخدر وازاي هيبقى فيها عمران. ورغم كده قطر عملت الاستاد بشكل عربي. وتصميم عربي وطراز عربي خالص. وغير كده الفقرات اللي كانت موجودة في الحفل كان فيه اغانية عربية. كان فيه رأسات عربية. وكان الانطباع العربي موجود من البداية وده كان شيء ازعدنا كلنا كعربي. بشكل عام يعني كان فيه انطباعة جيد اه عندك. لو هنكلم عن المباراة لانه اه يعني في حالة من خلينا نقول ايه صدمة شوية لده اه مشجع طبعا العناب القطري. انت شايف الاداء ازاي? اداء المنتخب القطري النهاردة. اه انا مش شايف مفاجأة الحقيقة. يعني ولكن اه هو كان ناسكة مستنية ان المنتخب القطري او اللعبة القطرية تاخد الموضوع بجدية شوية عندهم حتة اله هنقول اللي هو يعني. العزيمة. العزيمة او الاسترار او يبقى فيه اه. طب ايه اسباب افتقاد المنتخب القطري لده? وهو المفروض انه ويبقى ده اريدي. يعني يعني يبقى داخل وهو. بص هي. طبعا ممكن اقول ان اول مرة ليهم. اه الموضوع في البلد عندهم فيه ضغط جماهيري جامد جدا وضغط اعلامي جامد جدا من كل الدنيا. في اه 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 اش عايز اقول لك انبهار. بس لما لما انت بتلاقي فجأة بتلاعب اه 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 او بتلاقي نجوم كتيرة جدا وعندك سترس محطوط عليك انك هتلاعب اكبر نجوم في 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 العالم موجودة. اه. دي ممكن تحصل مع اللعيبة. بتحصل مع اللعيبة خاصة. بحقوق انه مفيش تجربة سابقة لمشاركة قطر في كسر العالم انت عايزه قول كده. طبعا اه طبعا طبعا. اه اللعيبة اه الضغط الجماهيري صعب جدا. اه ومطلوب منك انك في البلد فتبان بشكل كويس. فده لو اللعيبة مكادش جاهزة نفسيا وبقى في حد اهلهم نفسيا للتقول للضغوطات دي هتكون النتيجة وده اللي حصل. ان النتيجة طبعا اه ان 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 سبك من فنان طبيعي لكن اللي بنكلم فيها ان ننزع لنا ان. الروح. مش حاسيني اللي فيه روح في المرعب. بتؤيد اه. طبعا بقايد جزء كبير من من كلام كابتن تامر لكن خلينا اكلمك هو هو الموضوع مش قصة روح. الموضوع انه تم اعداد الجيل القطري ده من ساعة اتناشر سنة لما خدوا خدوا حق تنظيم البطولة ولكن تم اعدادهم بدنيا. تم اعدادهم فنيا. لكن لم يتم اعدادهم نفسيا. وزهنيا. وده شيء مهم جدا. ان انت ازاي هيبقى فيه بروفة قبل البطولة دي ان انت تتواجد في وسط العدد الجماهير ده كله. والجماهير كلها منتظرة منك انك تقدي. اداء جيد وتكسب. مش بس اه مش بس اتحقق اداء جيد. كان قبل كده فليكس سانشيز المدرب المنتخب القطري اتعرف اه على مستوى العالم ان هو بيقدم كرة جيدة. في كاس اسيا لما حقق البطولة كان بيلعب كرة جيدة. كان بيهتم بالاستحواز. كان بيهتم بازهار اه مهارات اللعيبة. من بعد ما بقى مطالب اكتر بالنتائج ويركز مع النتائج والمتعة وجزء المتعة راح من المنتخب القطري. غير الضغوط الكبيرة اللي كانت موجودة على اللعيبة دي. لعب بيتم اعداده بقاله اتناشر سنة عشان اليوم ده. فطبيعا ان لما يجي في اليوم ده هيبقى عليك المية الضغوط كبيرة جدا. وده ظهر في الملعب كان فيه خوف. كان فيه خوف كبير جدا من لعبت المنتخب القطري في اول ربعا ساعة. شفنا حارس المرمى بيخطأ خطأ سازج. مش ممكن يكون فيه حارس محترف بيخطأ الخطأ ده في اول تلات دقايق من المباراة. بعد كده بيتسبب في خطأ تاني. وبيتسبب في راكل الجزاء للمنتخب الاكوادوري. لعبت المنتخب القطري كان فيه مسبس كتير جدا. كان فيه اخطاء كبيرة ما تقرقش من لعيبة بتلعب في كاس عالم في فتح كاس عالم. وخلينا نقول ان المنتخب القطري للأسف بقى اول منتخب يخسر المباراة الافتتاحية على ارض وفي تاريخ كاس العالم. المباراة كمان منتخب القطري ومنتخب الاكوادوري قدموا مباراة مش هنقدر نقول بقى ان هي من اسوأ مباراة الافتتاح لا هي من اسوأ مباراة المنديال عموما. وفيه رقم بيشرح الموضوع ده. اوكي. المباراة دي كان فيها احداشر محاولة على المرمى فقط. من نسخة ستة وستين. او ده اجمال المنتخبين مع بعض. المنتخبين مع بعض. من نسخة ستة وستين ما كانش فيه مباراة في كاس العالم قموما اقل لمحاولات على المرمى من المباراة دي. بس ده لا يعني يعني انه اه الاكوادوري المنتخب الاكوادوري اه ما قدمش اوراق اعتماده. اعتقد انه هو ادر انه هو يستغل الضغوط دي لصالحه. اه طبعا هو النقطة اللي هكلم فيها انت لو بسيت حتى على المباراة. حتى المنتخب الاكوادوري كان بيضغط ضغط رهيب جدا. وبروح شديدة جدا. وهو ده اللي خليهم يعني ياخدوا المطش من اوله. وممكن هم اخدوا بالهم ان النقطة دي كويس اول. كان ممكن يقولك ان المنتخب خطر منتخب اه اوليل. لا هم كانوا من الاول خلص دخلين جامد جدا. وطبعا ما نخفلش برضا ان حتى لعب اللي يقول انه يعني برضو مش اول مرة يسجل في كاس العالم يعني ده كان نهاردة. هو اخر خمس اهدف للمنتخب الاكوادوري في كاس العالم. فمش اه فماردو هو راجل عنده خبرة ولعب قبل كده فواضح جدا وهو اللي جاب الهدفين وجاب الهدف اللي تلغى في الاول برضو. يعني اللي هو اللي هدف تلغى كانت جاب تلات جوان. مم. فبردو ما نخفلش برضو ان لأ في خبرة. وانهم مخادوا الموضوع بجدية جدا وخلاش ماتش في الشوت الاولاني. يعني كان خلاص الموضوع بنسبه شوت. انا ممكن اللي لفت نظري هو اه انطباع او اه الاكسبريشن او تعبيرات الوجهة اللي على المدير الفني للمنتخب القطري. ويعني انا حسيت يمكن شوية اللي هو. مصدوق. حالة من الصدمة. وفي نفس الوقت حالة من الرضوخ التام للواقع. انه بانت الفجوة شوية. خلينا نقول ان 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 فليكس سانشيز قبل المباراة تكلم ان هو بقاله ستتاشر سنة موجود في قطر. الجيل ده كان موجود معهم نقول ان هم عندهم حداشر سنة او اتناشر سنة فهو عارف كويس اه الكواليتي بتاعت اللعيبة دي. الكواليتي بتاعت اللعيبة ان هم مش عارف يباصي الكرة النهاردة. فلازم كان يستغرب. اللعب قدامه ما بيقدرش يباصي الكرة. ما بيقدرش يتحرك في المساحة. مش عارفين يعمله باص واتنين. هو اه قبل كده منتخب القطري سواء احتكاكه في في اه مع منتخبات امريكا الجنوبية او احتكاكه في اوروبا كان بيقدر يجاري المنتخبات ويقدم كرة. لكن النهاردة الاساسيات مش موجودة اللعب قطر. لعل يعني يبقى في محاولة اخرى حتى مش هنكلم عن اه الصعود او الفوز. هو الفكرة ان انت تظهر الروح وان انت تتحمل مسئولية الجماهير اللي بتجاية تقاذل وتسند. خلينا ننتقل لمباراة اخرى. الناس اعتقد مستنيها بشغف لانه انت بتكلم عن مدرسة اوروبية. منتخب الهولندي. وبتكلم عن مدرسة افريقية متمثلة فيه بطل كاس افريقيا. وهو طبعا يعني قصود التيرانجة المنتخب السنغالي. رغم غياب ساديو مانيه. انت شايف المباراة دي عاملة ازاي? آآ مباراة خوايا جدا طبعا فيهم نجوم كتير جدا ناحية ناحيتين فيهم نجوم كبار جدا نجوم كلهم بلعبوا في اوروبا. آآ ساديو مانيه طبعا آآ حقول من وجهة نظري ان هو يعني يمثل حوالى اربعين في المية من من منتخب السنغال. آآ مش كورة بس فنان ونفسيا آآ آآ ساديو مانيه من نوع آآ الفيرق كلها ملمومة حواليه. حاسين ان هو آآ صقة بالنسبة لهم. آآ بيجيب لهم جواة كتيرة جدا بيجيب آآ آآ بيعمل آسس كتير جدا. طب كابت نتعمل انت كلاعب سابق وعشت طبعا المعسكرات والمنتخب والكواليز دي كلها لما بيبقى قائد فريق مش موجود ده بيأثر ادي احنا بنك احنا احنا طبعا انت ذكرت ان هو يعني المنتخب هيفتقد اربعين في المية من قوته. طبعا. الاسر النفسي بقى على بقية اللعيبة. ده بيبقى عامل ازاي? ما هي دي بقى اللي لازم يعني آآ هو اللي مكلم فيه بقى العامل النفسي. طبعا البقية اللعيبة هي لعيبة كبيرة جدا يعني منتخب الصغير منتخب ما شاء الله يا فيه يعني كمية اسماء يعني آآ كبيرة جدا ولعيبة كلهم بيلعب في روبة عندهم في خبرة. كتير جدا. ام. ففا آآ اكيد طبعا العامل النفسي ده وده ممكن يديهم على فكرة يعني هو ما نمعيهم مني. واعتقد تصريح آآ 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 انه العالم كله هيفتقد آآ ساديو مني. انا حاس ان هو بيوجه الكلام لنفسه اكتر من اي حال تاني احنا نفسنا كمنتغى بالسنغال مش عارفين هنعمل ايه من غيره. طبعا هو في المؤتمر الصحفي اتكلم عجبني في جملة قالها قال ان انا هتغلب. قالوا سألوه في المؤتمر هتعود ازاي غياب ساديو مانيه? قال ان انا هعود غياب ساديو مانيه بالجماعية في الاداة. وده شيء مهم جدا. انت ممكن وارد ان انت يغيب عنك نجم كبير في بطولة كبيرة. ورغم كده تقدم اداء جماعي افضل لان بنشوف دايما الفرقة اللي بيبقى معها كريستيانو رونالدو ميسي ساديو مانيه محمد صلاح دايما التركيز الهجومي بيبقى عليه. الكرة بتبقى اللعيبة دايما بتبص عليه وتبقى عايزة تديله الكرة. لكن لو عوضت ده بالجماعية زي ما اتكلم قال لي ستوسي اعتقد ان ده ممكن يفرق مع منتخب. بس اعتقد شكل منتخب السنغالي لما شفناه في كاس امم افريقيا هو كان بيلعب اللعب الجماعي بس هو ساديو مانيه بخبراته في الملاعبة الاوروبية كان له دور مؤثر وما تحسش انه مش فكرة باصل صلاح. مش فكرة باصل ساديو مانيه. لا هو كان في وسط مجموعة. خلينا ان احنا برضو نتكلم عن هولندا اللي كانت غايبة عن النسخة اللي فاتت. هولندا ما كانتش موجودة في روسيا الفين وتمنتاشر. فإلا هتقدمه روسيا اه انا انا عفوا ايه اللي هتقدمه هولندا في نسخة الفين اتنين وعشرين في قطر. افتكر ان هما هي يعني هيبعزين على وضو اللفات. اه تاني حاجة اه مسلا اه هولندا طول عمرها بتقدم كرة كويسة جدا اه وهي تريبا اللي بتطلع اللعبة كلها اللي كان بتلعب في اوروبا. مم. كان دهما لازم تعدى على هولندا الاول زمان. يعني مدايسة الهولندية معروفة ان هي بياخدوا اللعبة يعملهم الاساس بتاعهم. وبعد كده طلعهم لالليبيت ان ديت اوروبا يعني. فافتكر وبعد كده فان دايك برضو يعني مفتكرش ان هو هيفوت البطولة دي يعني فان دايك بدأ يعني خاصة ان هما مع مثلا انا مكلم عن فان دايك مثلا ليه. اه مع ليفر بول. اه مع ليفر بول كان اه الفترة الاخيرة دي عندهم مشاكل كتير جدا فالبطولة دي اه هتعوض حاجات كتيرة قوي لا اسماء كتيرة جدا نجوم كبار جدا في اوروبا. جايين يثبتوا ما عملوش مع مثلا مع مع فرقهم حاجة او في عليهم اقويل او 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 البطولة دي هتلاقي لا هتلاقي موضوع مختلف تماما. طب فاروق احنا متوقعين ايه من هولندا في مباراة امام السنغال? فان خال اه طبعا مدارب له تجارب سابقة مع مع باشلونة ومع يعني الراجل فاهم وعاش كواليس كاس العالم قبل كده. انت شايف المنتخب الهولندي هيلعب باي اي شكل باي طريقة امام السنغال? خلينا نتكلم ان ان المنتخب الهولندي قبل لويس فان خال وقبل رونالد كومن كان فيه مشكلة كبيرة مع فرانك ديبور اللي كان ماسك المنتخب لانه غير طريقة اللعب. ولعب بتلات مدافعين ورق وهولندا في حاجة كده بالمسلمات في الكرة الهولندية اربعة تلاتة تلاتة والكرة الشاملة من السبعينات وهم بيلعبوا بنفس الطريقة. صح. فلما تغير الطريقة دي اقالوا طبعا ديبور ورجعوا تاني المدرب المتمرس وهو لوي فان خال اللي تكلم في في المؤتمر الصحفي وقال ان هو بيهتم جدا ببداية المونديال ولازم المنتخبات الكبيرة بتظهر صورة جيدة عنها من المباراة الاولى وده اتوقع ان المنتخب الهولندي هيبدأ قوي جدا ضد المنتخب السنغال. هل اه فكرة عدم موجود النجم اللي بحجم الكريستيانو رونالدو اوليانو الماسي في صفوف منتخب اه اه هولندا ده لو يعني انجاز يعني لو ما قولنا لو قولنا انه فان دايك برضو يعني 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 يعتبر نجم بس مش بحجم كريستيانو رونالدو مش بحجم هل ده ممكن يبقى عامل ايجابي? اه هو عامل ايجابي طبعا لان ان انت تلعب فرقة جماعية يعني زي منتخب المانيا يعني منتخب المانيا طول عمره ما عندوش النجم الخطير اللي يكسر الدنيا يعني ولكن اللعب الجماعي يعني فهولندا اه وطول عمره بتلعب جات فترة في هولندا طبعا ان قام بقى رود خلت وان باستن والشيلا دي وكانوا كلهم على فكرة نجوم لكن اه اه هولندا انا شاف ان هي هتلعب لعب جماعي وده يبقى احسن لهم كتير جدا وراكتمد على نجم ممكن لو كنت نتكلم على مانيه مانيه من اه اه في رق كتير او فيها نجوم بس مانيه من نوع النجم موجود بس النجم لأ موجود تأسيره جمع جدا وبيأثر في كل المتشاط لكن في نجوم كتير تبقى موجودة كبيرة فرقها وفي لكن بيجي في المتشاط مع المتخب بيبقى عليه مشاكل شوية يعني لكن اه ده اللي عشان كده قلت لك في الاول ما اه اربعين في المية مش علشان هو اسمه خلص لأ عشان فعلا هو فرق معهم جمع فيه كمان نجم هجوم منتخب الهولندي مش هيبقى موجود في المباراة وما انفز دي باي وتكلم عليه لويس. بس موجود في التشكيل. موجود بس مشابه موجود في المباراة ومشابه موجود في المباراة الاولى وكمان عندهم قزمة في حراسة المرمى جديرة. هو واضح انه كل مدير فني بيحاول يتمسك بالامل وانه هو يعني مايفرضش في اي العيب حتى لو نص عمر. طبع. علشان خاطر ايه انت ما انتش عارف اللي جاي في ايه. طبع. خلينا نتكلم بقى عن آآ منتخب انجلترا للقصود التلاتة هيقابلوا ايران. الى حد ما الناس بتقول انه المباراة دي في المتناول. القصود التلاتة. كما احنا شايفين كده على على الشاشة. آآ احنا مش عارف الواحد ما بقاش عارف يعني يوصف منتخب انجلترا ازاي? بحس انه مالوش مالكة. انت هتقدم ايه آآ بحالات? انت شايف المنتخب الانجليزي هيعمل ايه? منتخب الانجليزي عنده مشكلة كبيرة جدا آآ اول حاجة ومش مش مستقرين على لعيبة من فترة طويل. كل شوات لايه حد بيسيبه المنتخب وحد بيرجع ويروح. وده نتيجة الدوري. اه الدوري القوي. آآ جاي لعبت العالم كلها عندك. فكل موجود. فانت انك تقدر تسيطر على اللعب الانجليزي بقى اللي موجود في الدوري الانجليزي. وتلعبه بطريقة معينة مشكلة كبيرة جدا. كل واحد بيلعب بمدرسة شكل. كل فرقة بتلعب بمدرسة تانية خالص. فدي مشكلة طول عمرها من ساعة الدوري الانجليزي ما بدأ يعلى. والمنتخب الانجليزي بدأ يقل بسبب انت مش عارف تعمل بقى ايه تختار الدوري ولا تختار المنتخب. ده انت عندك برد واحدة من النقاط اللي ربما السلبية في صفوف المنتخب الانجليزي هو انه ما عندوش بديل للباك ليفت لوكشو. لوكشو هو اساسي في المنتخب انجمترا. حتى لو هو وحش في طب لوكشو ده لو جراله حاجة. انت هتعمل ايه? هيضطر ان هو يلاعب لعيب خارج مركز الظاهير الايصر. لان الظاهير الايصر البديل هو بين تشيلويل اتصاب قبل البطولة. للاسف هو مش هيبكون موجود في البطولة. لكن خلينا نتكلم على جاري الساوس جيت مدرب المنتخب الانجليزي بشكل عام. هو بيتعرض للانتقادات من شعب حتى الانجليزي. لكن هو على المستوى الانجازات هو راجل وصل نص نهائي كاس عالم. مه. قدر يوصل لانهائي يورو. هو بيحقق نتائج. والمنتخب الانجليزي عايز اقول لك احنا عناقض نتكلم كتير عن منتخب الانجليزي لكن انت منتخب الانجليزي ترشاهه كده ان هو على الاقل خالص هيبين موجود في دور التمانية. آآ ركل الجزاء الهاري كين زي ما بنشوف البطولة اللي فاتت. آآ دار ماروكنية الهاري ماجواير واحد سفر واحد سفر واحد سفر بعد كده تعاهل. فالمنتخب الانجليزي مع عرف يكسب ازاي? وبقى يعرف المباراة يصيرها ازاي? ويكسب المباراة ازاي? وضد المنتخب الايراني هيواجه منتخب منظم دفاعية المقاوي دفاعيا. طبعا. لكن المنتخب الانجليزي قادر على الفوزة. سوى بيقول لك يعني منتخب انجلترا نجوم كتير جدا. مبجل بالنجوم. صفر انجازات. طيب. يعني هو هو الكلام هيتول مع منتخب انجلترا. خلينا نتابع آآ كواليس وآآ يعني اداء المنتخب الانجليزي في مباراة آآ غاد ان شاء الله لسه طبعا البطولة نفاسها معانا طويل جدا جدا. واحنا مع بعض. يعني احنا خلينا نعيش الاجواء مع بعض ونتابع. طبعا بشكركم على وجودكم معانا النهاردة. واكيد لسه الكلام والحديث ده بقية هنا في المونديال دايما في صحبة الكباتن كابتن تامير بيجاتو المحلل الرياضي لقناة القاهرة الاخبارية. وايضا زميل الاساس فاروق عصام المحلل الرياضي لقناة القاهرة الاخبارية. حفل الابتتاح بدأ. اولى المباريات بدأت. ولكن لسه المشوار طويل. مين اللي هيحمل كأس العالم. لسه معانا وقت طويل. هنعيش مع بعض اجواء كواليس المونديال من هنا. القاهرة عاصمة الخبر.